قام فريق مؤسسة حياة كريمة بمتابعة لآخر عمليات التنفيذ بمشروعات المؤسسة في قطاع الشباب والرياضة بمركز دشنب محافظة قنة ومن بين تلك المشروعات مشروع إنشاء مركز شباب النجع سعيد في قرية أبو منع بحري وكذلك مشروع مركز شباب الصنطة والذي شارف على الانتهاء خلال الأيام القادمة كما تشمل المشروعات في إطار المبادر الرئاسي حياة كريمة مشروع مركز شباب البصريات بقرية فاو قبلي وبلغت نسبة التنفيذ فيه 95% فضلا عن مشروع تجديد وصيانة ورفع كفاءة مركز شباب أبو دياب بقرية أبو دياب وفي مركز أبو تشت بقنة تبع فريق حياة كريمة آخر عمليات تنفيذ المشروعات المختلفة في أكثر من قطاع بقرية أبو شوشة وأبرزها المركز الخدمي بالوحدة المحلية للقرية والذي تم الانتهاء منه وجهز للتسليم الإضافة إلى مشروع رفع كفاءة وحدة طب الأسرة والذي تم تشغيلها من أيام قليلة ترجمة نانسي قنقر